انهما عندما خفيفه الالسير الهاتيه على تطبيق الواتساب اه انفع السلام عليكم اهلا بكم في قناتي ياسمين عشور نصression نضغط على الواتساب ثم نضغط على الثلاث نقاط ثم نضغط على الاعدادات من هنا لو رحنا على الحساب وضغطنا عليها نجد الاخبار انا كتبها قناة ياسمين عشور فيه اشخاص كتير كتبه اي حاجة هي عاوزها بتبدأ تكتبها في الاخبار لو جينا نرجع كده ازاي بقى ان انا اخفي الاستيرال ذاتية دي من على الواتساب كل عليك ان انت بتروح على كلمة الخصوصية بضغط عليها ومن هنا ببدأ ان انا انزل بروح على حاجة اسمها الاخبار وبختارها من هنا من يمكن رؤية قسم الاخبار الخاص بي وهنا الكل وهنا جهات اتصالي وهنا جهات اتصالي باستثناء وهنا لا احد الكل دي يعني عامة يعني اي شخص يدخل يشوف السيرال ذاتية بتاعتك تحت الرقم على طول جهات اتصالي الاشخاص اللي معها رقمي وانا معي رقمهم يقدروا يشوفوا عادي السيرال ذاتية بتاعتك لو انت عاوز تعملها جهات الاتصال مفيش مشكلة عاوز تفعلها جهات اتصالي باستثناء بتفعلها لكل جهات الاتصال مع ادى اشخاص انت بتعملها ما يشوفوش السيرة الزاتية بتاعتك هنا طبعا لا احد ودي عن الجميع ما حدش يقدر ان هو يشوف السيرة الزاتية دي يعني هنعملتها لا احد يعني هي اختفت خالص دلوقتي من الحساب بتاعي على الواتساب وبس كده اي شخص هيدخل غريب عندي على الواتساب ما يقدرش يشوف السيرة الزاتية بتاعتي او الاخبار اللي موجودة عندي في الواتساب دلوقتي انا عملها لا احد يعني مفيش اي شخص يقدر ان هو يشوف بس كده ياريت اعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته